موسيقى مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين متابعي اللعب 12 والشرقية موعدنا يتجددوا إياكم اليوم مثل كل يوم إن شاء الله من الأحد إلى الخميس بنفس التوقيت بنفس الموعد لمتابعة أحدات رياضية مهمة بعد الفاصل تفدي الحلقة أتمنى أظلوا نويانا أساس نجاح أي كرة قدم بأي عالم وبأي بلد هو الدوري كل ما كان الدوري دوري منتج دوري بمستويات كبيرة دوري بمستويات عالية فبالتأكيد كرة القدم في هذا البلد تكون بخير سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو طبعا بالتأكيد يعني أكو أمور استثنائية لكن العمل الصحيح بتنظيم مباريات دوري على مستويات عالية من الدقة والبرمجة والمنهجية بالإضافة إلى توفر كل المنشآت الرياضية لكل الفرق هو بالتأكيد عامل يساهم بهذا الاستقرار وهذا الاستقرار يؤدي إلى مستويات عالية دورينا العراقي هذا الدوري اللي يعاني لفترات طويلة من عدم استقرار بكل المناحي وبكل الجوانب الفنية والتنظيمية والإدارية ما دفعنا لتناول هذا الموضوع اليوم أصدقاء المشاهدين هو الدوري العراقي اللي بدأ يقترب من نهاية مرحلته الأولى ويصل إلى مرحلته النهائية بعد أن توضحت الكثير من صور الفرق التي يعني رح تضمن التأهل والوصول إلى الدور النهائي الأربعة من كل مجموعة خاصة بعد مباريات يوم أمس فوز الزوراء والطلبة والمباريات اللي انتهت قبل قليل اللي تمثلت بفوز الجوية على كربلة واحد صفر تعادل الميناء مع الحدود أيضا بهدف لهدف وتعادل الصناعة مع ربيل هدف لهدف طبعا المباريات اللي انتهت قبل قليل لكن الأهم من الحديث عن الموضوع بشكل خاص لكل فريق هو المستويات الفنية والدور العراقي فأت على كرة القدم العراقية مباريات الزوراء والكهرباء هي مدخل للحديث عن هذا الموضوع خلينا نتابع هذا التقرير عن مباريات الزوراء والكهرباء اللي كان بيها الزميل زيد السراج هكذا دخل الزوراء بحثا عن الفوز من أجل البقاء في الصدارة وهو ذات الطموح لفريق الكهرباء لكن الهدف يختلف تماما لأنه من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الفترة الأولى شهدت سيطرة زورائية وهجمات عكسية من الكهرباء والذي تلقى الهدف الأول في الدقيقة الرابعة والثلاثين من اللاعب حسين عبد الواحد أحداث الشوط الثاني اندفع فيها الزوراء إلى الأمام وتمكن بعد دقيقتين من الانطلاق تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب على عبد الزهرة بعدها شكل الكهرباء تيارا قويا ومحفزا لخطوطه والتي أرادت تقليص النتيجة وفعلا تحقق ذلك بعد مرور ربع ساعة على الانطلاق لتشهد المباراة سيطرة برتقالية ودفاعا زورائيا تراخى في بعض الفترات وكاد الزوراء أن يطلق رصاصة الرحمة من ركلة جزاء لكن الكرة لم تذهب إلى الشباك بل اختارت العارضة وخط المرمى لتنتهي المباراة على ذلك ويبقى الزوراء في المركز الأول فيما لازال الكهرباء ثامنا في جدول الترتيب الزوراء يفوز على الكهرباء ويحصد النقاط الثلاث ويبقى بالسير مستمرا على سكك الانتصارات بملعب نادي أمانة وغداد لللاعب الثناش زيد السراج خلونا أنتم أصدقائي رحب بضيفنا القدير واحد من نجوم الزوراء ونجوم الكرة العراقية الكابتن عبد الأمير ناجي اللي يسعدنا ويشرفنا تواجده ويانا اليوم باللاعب الثناش وبالشرقية كابتن عبد الأمير بداية مرحبا بيك أشكرك على حضورك للبرنامج والشرقية والف الحمد لله على السلام مريض ورغم مرضك أنت التزمت بكلامك معنا وجيت فأولا يعني حمد الله على سلامتك إن شاء الله يعني ما تشوف شره ألف سلامة وثانيا مرحبا بيك بالبرنامج دائما يعني أنت تتنورنا وثالثا أستغل زورائتك قبل ما نبدي الموضوع شوي بعموم الدوري أستغل يعني زورائتك وأريد أشوف يعني رأيك بأداء الزوراء هذا الموسم هل هو يعني ينفذ ما عليه ويأخذ ثلاث نقاط ويروح لو أكو تطور بالفريق من ناحية المستويات الفنية شكرا استافجانا على الاستضافة الجميلة وتحية لك والزملائك العاملين وتحية إلى زميلي أركان والأخي محمد ناصر وبصراحة أنا سعيد جدا إذاك تأتينا دائما دعوة من برنامج رقم 12 والحمد لله إحنا بخير وسلام إن شاء الله يعني ذاك الكلام عن الزوراء أعتقد منذ بداية الموسم الكتاب يقرأ منها العنوان يعني أنصح التعبير الفريق يعني بدايتها الحمد لله وشكر الكل يعني دا يتكلم عنه والكل يعني الفريق الوحيد الذي لم يخسر لحد الآن وهذه لم تأتي يعني بسهولة جاءت يعني نتيجة عمل ومجموعة منظومة تفاهم كانت متواجدة بين الكادر التدريب والإدارة واللاعظ والحمد لله توفق الفريق فنيا أنا أعتقد الزوراء تعرف الكل يعني بنظام المجموعتين الزوراء ضمن التأهيل منذ مباراتين تقريبا فهذه المباراة الأخيرة يعني أعتقد هي غير مهمة يعني بالنسبة للزوراء بحسابة نقاط لكنها مهمة بالحسابات الفنية بتيهيل وإعداد اللاعبين للمرحلة القادمة يعني كنا نعرف اليوم اللاعب أهم شيء في كرة القدم هو الجانب النفسي والمهاري يعني إعداد وتحضير المباراة يكون هناك حافز ودافعية له في كل مباراة اليوم هذا الحافز الدافعية أصبح يعني عند الفرق أكثر مما هو عند الزوراء باعتبار الزوراء ضمن التأهيل وبالتالي يحافظ على اللاعبين يحاول يعيدهم للمرحلة القادمة ولهذا نشوفه يعني أحيانا تفاوت في المستوى يعني منذ مباراتين الفريق قد يتعادل أو يفوز لكن هناك أكثر من علامة استفهام على المستوى يعني كابتل أنت تشوف كابتل لو تسمح لي يعني الآن أنت تشوف أن الفرق التي ضمنه تتأهل والوصول للدور النهائي من الأفضل إلها أنه تبدأ بأنه تزج اللاعبين الشباب بتنطيهم فرصة خلي اللاعبين اللي ما لعبوا يلعبون حتى يكون أكو عمل يعني يؤسس للمرحلة القادمة ربما بتوفير بديل جيد ولما بعد يعني هذا الموسم للمواسم الجاية أكيد هذا موضوع فني بحث يعني يعني ليس فقط الزوراء نعتقد يعني النفط الوسط نعم نشمل هذه الحالة وفي المجموعة الثانية قد تكون المجموعة قوية التنافسية الجوية نعم والفريق النجف أو يعني الفرق الزاحفة باتجاه المربع الأول فهذه مسألة فنية يعني ضرورية اثنين أنت المدة يعني المتبقية للمباريات الأدوار الأربعة أو بعض الفرق حتى خمس مباريات ليس بالطويلة وبالتالي يعني أنت تحتاج مداورة هذا الروتيشن جدا مهم في تدوير اللاعبين وبالتالي يعني أنت تحاول أن ترفع المستوى البدني وإعدادهم وتحضيرهم للمرحلة القادمة اللي هي المهمة والحساسة جدا تكون طيب كابتن يعني نبقى بالموضوع الخاص وبعدين شوية نذهب إلى يعني عموم مستويات الدوري الزوراء منفصل عن باقي ما تقدم الفرق الكبيرة يعني مثل الجوية أو حمل اللقب نفط الوسط الميناء يبدو أنه يتراجع بسبب يعني مشاكل إدارية وتنظيمية أثرت على المستوى الفني السمة البارزة للفرق الجماهري أو الكبيرة أو المتصدرة على مستوى المجموعتين هو تفاوت المستويات الفنية لهم بالبطولة يعني هو التفاوت يعني هذا موجود اليوم في جميع الفرق المستويات الفنية منتذبذبة أحيانا بين فترة وأخرى للفريق يعني أحيانا القمم تجدها يعني في مباراة وتبتعد عنها المباراتين أو ثلاثة يعني في المستوى العام للفريق المستوى الفني يعني دائما للفرق يعني هو دائما يكون في كل العالم في حالة تصاعد يكون خصوصا بعد ما تتجاوز المباريات العشرة يكون الفريق يعني قد استقر نهائيا التشكيل وطريقة اللعب والأسلوب والنظام وكل ما ذلك لكن سبب التوقف اللي صار فترة طويلة بالإضافة إلى هناك بعض المتغيرات التي تحدث بين فترة وأخرى يعني الشد والجذب الذي يحدث داخل الأندية في النواحي المادية ومن تدخل المشاكل اللي تحدث مع الجماهير ومع نوعية اللاعبين التي يمتلكها بعض الفرق المقدمة في المربع اللاعبين المنتخبات الوطنية هذه كلها تأثر يعني في مسيرة الفريق اللي يعني احنا تعرف المنظومة اليوم عندنا لتنتظر يعني الاستقرار لنتظر الثبات يعني كيف نصل إلى مرحلة مثل ما تفضلت في بدايتك أساس تطور كرة قدم في أي بلد هو الدوري وبالتالي حتى نجاح المنتخبات يكون من نجاح الأندية من نجاح الدوري وهذا الدوري النجاح يعني ما معناه يعد لك لاعبين فرديا وجماعيا يعد لك مدربي يعد لك إداري احنا هذا ما نعاني منه المستوى الفني لجميع الفرق متقارب جدا اليوم بالاتجاهات الحديثة بكرة القدم حتى في العالم يعني في الفرق الكبيرة في العالم الفروقات يعني أصبحت بسيطة ليست كبيرة جدا هناك فروقات فردية بين اللاعبين أو نوعية ممكن هي تحدث الفارق يعني كمان مثلا برشلونة تشوف عده ميسي نيمار سواريز يحدثون فارق في أي مباراة هم الواعي بيش ميسي ونيمار سواريز لا أنا برشلونة ما تقدر تتشي على برشلونة هم لم يكن هم تلاثة حدثوا الفارق يعني برشلونة ترى لم يكن جيدا في هذه المباراة اتراق بالخلف قط الخلف يا مدرب بالباو ذكي جدا يعني حاول من البداية لحد الدقيقة 58 جل هدف الثاني وللدقيقة 75 بالباو الأفضل لكن حدثوا الفارق في دقاط بس غريبة زوراي وشجع برشلونة غريبة زوراي وشجع برشلونة غالبيتي الزورايين ريال لين أبيض غيرنا الزوراي هو صحي ريال المدريد يعني المرحوم عدنانا يوب صبري يعني تنص الفكرة والملابس البيضاء لكن احنا نحاول نغيرها يعني حتى كابتين فلاح برشلونة يعني للعلم حتى قرار جديد يعني اليوم عليها حسبة طويلة اليوم عليها حسبة طويلة لا تصريح خطير لو بشي خلسكم من جمهور الزوراي جمهور الريال نرجع على دورينا كابت بيوم عنا نحن خابت سويلنا مشكلة جديدة مش دعا اقول لك خلينا بدورينا احسن لزعوفنا من الريال وبرشلاله طيب لا واستدلال استدلال ايه اكيد اكيد طبعا 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 كانت صحيح واللاعبي النماذج يصور يعني دروس مجانية طبعا طيب يعني تفاوت المستوى تباين المستوى ايضا يعني ما يأثر فقط على المجموعة الاولى يمكن المجموعة الاولى الزوراء ونفط الوسط بفارق بعيد لكن تقارب المستوى يبين اكثر بالمجموعة الثانية مجموعة الجوية اليوم الجوية يعني يفاز على كربلا ويبدو انه ماضي في طريق التأهل الميناء اللي ديعاني بعض العثرات في طريق الصناعة واربيل ايضا تعادل قراءتك للمستويات الجوية والميناء الفرق والنجف الفرق التي تتصدر او تتأهل في المجموعة الثانية يعني المجموعة الثانية بالاضافة لهذا فريق بغداد وزاخو يعني قريبين من المربع المباراة القادمة راح تكون حاسمة هنا راح تكمن حكمة المدرب وحكمة الفكر التدريبي كيف يتعامل مع المباراة القادمة يحتاجون الى تحليل ودراسة لمباراة القادمة يعني يجب ان يتعاملون معها باحترافية عالية كيف يحصل على النقاط في ملعبه وكيف يحاول ان يتجنب الخسارة خارج ملعبه لان المباراة بخصوصا هذه المجموعة يعني اصبحت يعني القراءة بها باعتقاد الجوية اكثر نعم تأهيل هو يعني باعتبار الضمن اليوم باعتبار الفوز يوصل لنقطة 26 و27 نعم يعني تقريبا ان هو في المربع خلني يقول في اسوأ الاحتمالات طيب الموقف صعب بالنسبة للنجف وزاخو وبغداد والفريق الشرطة أو النفط رعفو نعم عاسف النفط معانا في مجموعة الزارة اي نعم في مجموعة الزارة الفرق النفطي الفرق النفطي مجموعة النفط اي فهذه المجموعة بها اثارة قوية يعني اعتقد الحسم سيكون في المباريات في الدورين القادمين راح تكون هناك عراق كثيرة ستتغير بالأخص يعني اتمنى يعني انه تكون فرق محافظات اكثر من ما هي فرق بغدادية طيب يعني حتى يكون الدوري اجمل يعني يشمل العراق كله ان شاء الله اتمنى الظلميانا كابتن يعني بالاستمرار بمتابعة مباراة الزوراء وادهوك ومباراة الدور العراقي لهذه المرحلة الكابتن باسم قاسم والكابتن خالد محمد صبار مدرب في ريناي الكهرباء والكابتن باسم قاسم اللي يعني عن المستوى الشخصي كابتن باسم كلمت اكثر من مرة لكن يعني الرجل ما ارد وعذره معاه حبيت انقدم له يعني باسم البرنامج وباسم كادر العمل انقدم له تعازي بوفاة شقيقة ونقول له الله يرحمه وان شاء الله يا ربي يعني يعزي اهله بالصبر والسلوان ويتغمد الفقيد برحمته وكلمناه اكثر من مرة لكن ما ارد الرجل ومعذور بعد مباراة الزوراء والكهرباء اتحدث باسم قاسم مدرب الزوراء والكابتن خالد محمد صبار مدرب الكهرباء عن هذه المباراة نتابعهم ونرجع لكم هنا حقيقة احنا اعلننا استراتيجيتنا يعني بعد ان تمسكنا بالصدارة وحسمنا موضوع التأهل والحمد لله احنا احد اطراف مباراة انها يلي كأس العراب الآن انا افكر انه بعدات جيل يعني ليخدم الزوراء ليس في هذا الموسم وانما الموسم السابقة وسبقوا ان اعطينا فرص كثيرة خلال التأس وخلال الدور اللاعبين الشباب باليوم زجينا يعني بمجموعة من اللاعبين البدائل زجينا بلاعبين شباب اول مرة اشاركون مع هذا الحمد لله وشكر احنا فزنا على يعني 2-0 كانت وضعنا ضربة جزاء كان ممكن يسهل مهمتنا اضعنا فرص عديدة مع هذا انا اشوف الحمد لله وشكر يعني احنا ماشيين بالاتجاه الصحيح بالتمسك يعني بتحقيق الالقاب الدوري والكأس ان شاء الله اضافة الى انه نعطي فرصة كبيرة للاعبين الشباب هذا اللي اثر عليكم الفرص اليوم شفنا خلال بالدفاع يمكن بعض الفترات يعني نعم انت تذري يعني احنا لا زالت يعني اتكلم لك بصراحة يعني انا من خلالكم اتقدم جزيلي الشكر والامتنان لللاعبين على هذا الولاء المطلق لاسم الزورة والتاريخ الزورة لانه احنا ذا ما اردنا ان عد نفسنا بالمنافسة وانقارن نفسنا بباقي الفرق انا حقيقة بالدليل القاطع اتكلم لك يوجد عشر فرق بامكانيات مادية وفنية افضل من الزورة لا زالت يعني الامور المادية لا زال الضائق المادية تخيم يعني وتؤثر على نفسية اللاعبين لحتى هذه اللحظة امل ان شاء الله ان الوعود تنفذ على ارض الواقع وان يسلمون اللاعبين المستحقاتهم المتاخرة اللي لا اعتقد يوجد نادي بين العشرين نادي المشتركين يعني يعاني مثل ما يعاني الزورة اللي حتى هذه اللحظة من الناحية المادية بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة يعني يعني مطمئن جدا يعني على وضع فريقنا فريق أدى بشكل صحيح التزم بالواجبات اللي انطيناها تعرف التفارق المستويات وفارق لاعبين المنتخب اللي يملكوهم الزرائم يعني تختلف عن اللاعبين اللي عندنا لكن فريقنا سيد المباراة أنا اعتبرنا من الشوطة الأول حتى الشوطة الثانية الفريق كان جدا ممتاز يعني أدى اللي عالية وأكثر فأنا أشكرهم جدا خسرنا هي الزرائة هاي فريق الزرائة يعني عملاق الكرة العراقية فإحنا الحمد لله والشكر يعني على فريقنا واللاعبين اللي أدوا وإن شاء الله يا رب بالمباراة القادمة راح تشوفهم فريقنا بصورة أحسن بعد أكثر إن شاء الله إذن تحية لي نجم الزورة الكابتن القديل خالد محمد صبار بعمل مع الكهرباء من مدربين الشباب الرائعين اللي يعني نتوسم فيهم إن شاء الله قادم أفضل بالعمل مع أندية كبيرة ومع منتخباتنا الوطنية مدرب شاب يمتلك الكثير من الطموح حال حال كثير من المدربين الشباب اللي نتمنى يأخذون دورهم بكل مفاصل التدريب بكرة القدم العراقية على مستوى الاندية أو المنتخبات نرجع للكابتن عبدالأمير ناجي كابتن أمير يعني نريد تسألك سؤال أول سؤال أول ما يعني بدينا البرنامج نريد تسألك السؤال وبعد نريد نعلم موضوعة الزوراء دوري نش قد تنطي من عشرة تحت الصفر دوري نحن أقل من واحد من عشرة ماكو دوري هو يعني إذا احنا نتكلم بالقياسات فنية تتكلم طبعا طبعا بكل القياسات تحت الصفر دوري نحن نشوف أستاذ ما أقل من صفر يعني لأنه أنت حاليا تنظيم غير جيد الملاعب غير جيدة البنية التحتية شو ما تقول أكو ملاحظة بس أنا أحدا بمدخل اليوم أكو يعني عندنا بعلم التدريب أكو ثابت وأكو متحرك أكو ثابت وأكو متغير نعم الثابت يعني طالب يوميا يروح للمدرسة بس المتغير للإجازات والعطل تتغير اللاعب يوميا يروح للتدريب بس المتغير هو شقد يتطور يوميا يعني التدريب والتدرب والتعليم والتعلم اليوم إحنا بالدوري ما أنا بالعراق صارت الثابت التأجيلات والمشاكل والتقاطعات والخلافات نعم والمتحرك المتغير متى ما نعرف شوقت الدوري يستقر عندنا زيان أول أربعة دبار استقر شقد حلو الدوري أربع لعبات هذا فتشي صار عندنا يعني صار عندنا فتشي يعني مستغربي له هو هذا صار متغير في حين هو هذا في كل العالم الدوري ثابت ما يتغير منذ مئات عشرات السنين يعني إذا تلاحظ لهم الأندية بالعالم النظام ما نسس هذا أردأ أقصد له فالتكيف تبني على هذا الأساس المستويات الفنية متذبذبة يعني أنا تعرف يا استاذ يعني دائما ما أحب هذا يعني مع احترام الاعتذاري يعني ما أحب أدخل بالأمور الإدارية وهذه المشاكل أو أعطي حلول فيها أكو ناس قد يكون أفضل مني دائما عن اختصاص أحب أتكلم بالجوانب الفنية والمهارية الخطي أكيد اليوم إذا عملنا دراسة على دورينا وتكلمنا عن الجوانب الفنية والمهارية اليوم من 90 دقيقة في كل مباراة في كل مباراة بالدوري العراقي من 90 دقيقة ضيفة إلى 5 دقائق extra time للشوطين من 95 دقيقة يضيع عدنا شوط كامل وقت سلبي يروح هدر هذا ضعف بثقافة اللاعبين خلي وضع هذه الفكرة كابتن للجمهور يعني هذه 45 دقيقة تروح ما بين تصنع اللاعب للسقوط تصنع اللاعب للأذى ما بين لعب عشوائي الكرات بالخارج وشون يضيع الوقت الوقت يضيع مثلاً الكرة تطلع خارج الملعب أو صافرة الحكم يقاب اللاعب مو صحيح؟ صحيح تطلع خارج الملعب من الجانب رمية جانبية من الأمام ضربة هدف أو زاوية داخل الملعب أكو فاول أكو انذار أكو مباشر أكو ضربة جزاء أكو تسجيل هدف أكو حالة تبديل هاي الحالات ثابتة في كل العالم موجودة أقصدان ليس يعطيتك أكثر من شوط 45 دقيقة لأن هذا الثابت بالعالم كله من 20 إلى 25 دقيقة يضيع في أغلب المباريات بالعالم كله موجود هذا لكن بدورينا تعبر 45 هذا الجهل يعني ما حد يستشعر به اللي يحسب ويدرس هذا يضيع من عندنا وقت جانب معرفي استثمار وقت الفير بلاي هاي الأمور المعرفية كلها ثقافة اللاعبين كلها تخلفت نديجة هاي المنظومة الخاطئ هذا وقت 45 دقيقة إذا أخذناها ودرسناها العالم اليوم أنا هسا لعبتين الأسبوع الماضي ليستر سيتي مع أرسنال ومان سيتي مع ما اسمه ما اسمه ما اسمه ما اسمه اللعب الفريق ما اسمه ما اسمه الفريق الدوري الإنجليزي ويتوتنهام أربع لعبتين من لعبتين بس أطرقهم هذا جدا مهم من لعبتين وصلوا إلى ألفين ألفين وسبعمائة تمريره ولمسه باللعبتين يعني اللعبة الوحدة ألف واربعمائة تقريبا إذول إحنا بالدور العراقي أفضل لعب دولة عدر ملعب الأرضية زين اللعب الأرضي سهل سهل كابتين كابتين عفو النقار أفضل لعبة بالدور العراقي ما توصل إلى أربعمية منتخب الأولمبي هسان خلنا أروح منتخب الأولمبي ملعب بقطار الفرق أم نفس العملية الأرقام مالته ليش هذه الأساس اللي هنا البناء عندنا الخاطئ المنظوم انتقل مع اللاعبين للمنتخبات شوفوا في المنتخب الوطن أكثر لعبة طويل لعبة طويلة اللعبة طويلة بالمنتخب انتبهت لك لأن لعبي الدوري لأن لعبي الدوري مجبرين على انتهاج أسلوب الكرات الطويلة لأن ما يقدر بالدوري ما متعلم يلعب بالأرض فبالتالي يصير عنده مشكلة بتنفيذ الواجبات على مستوى اللعب الأرضي فانتقل التأثير صارت عدة مهارة ثابتة صارت عدة مهارة ثابتة اللعبة طويل والإضافة لهذا التمرير الخاطئ فليهذا حتى قومنا على قطر قولينت بالطويل بالعالي بالأرض ما قدرنا نخترقهم فأقصد لك هاي من الأمور السلبية يعني انت حتى ترجع لك على العشرة صفر يعني واحد صفر والعشرة فهذه الخمسة واربا عنده إذا حللناها التمرير ماكو قليل الدبل باس قليل جدا لثروب باس قليل الحالات الثابتة إبداع ومهارة يعني شبت مستشون نسجل هاي اللعبة مو أكيد التبرشلوني أنا لا برشلوني ولا ريالي لا تورطني أنا ما أشجع لا برشلوني ولا ريالي إيه ما يخالف أنا أقولها عادي يعرفوني الجماير فإلي هذا أقصد الحالات الثابتة ما شفني إبداع إبداع ارتجال لاعبين اليوم ما عدنا شفني عندهم أقصد مع هذا مع هذا أكو أهداف جميلة بالدوري نعم أكو لمسات لمسات فهذا شو صير الحالة مثلا صير مثلا حركة باص وباصين تمريرتين في جزء من أجزاء الملعب صير حركة إبداعية بأن اللاعب أنا ما أقلل من قيمة اللاعبين وأعملهم هذه داخل الساحة هذا الموجود وهذا الجد والاجتهاد على قدر ما يعملون فيه لكن هذه الحالات إذا صير مو نتيجة بناء وعمل متواصل ونتدريب علمي مدروس نعم أكو فرق ثبتة شوية هناك أكو استقرار أكو هوية أكو فلسفة نحس أنه مثلا فريق تشوفه مثل بيناك فريق جيد جدا فريق بغداد فريق جيد يلعب كرة حلوة فريق القوة الجوية بدأت ملامحة تتضح بالإضافة إلى فريق الزورة المتصدر يعني من بداية الموسم يوم الكابتن باسم عرف كيف يتعامل مع المجموعة ويمشي بيهم في حين هو كلامه باللقاء أكيد يعني صحيح أكو فرق مجموعة لاعبين يعني اللي يملكهم أفضل من لاعبينا الزورة طبعا لكن العملية التدريبية والفكر التدريبي اللي يقود بالإضافة إلى العمل الإداري اللي يقف خلف هذا العمل غير موفق وغير منظم وبالتالي يعني يعني عذرا يعني من الصفر يعني جزر أحطيهم اثنين أو ثلاثة من عشرة طيب طيب رح نرجع لهذا الموضوع مكملين بكابتن عبد الأمير لكن نرجع إلى يعني لقاءات مع لاعبي الزوراء اللي تحدثوا عن وضعية الفريق والفوز على الكهرباء نتابع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أكيد الحمد لله رب العالمين كان نحن مبارا مبارا عام نقدم الشيء المطلوب لهو ثلاث نقاط درنا نحسم مثل ما بيقول التأهل لدور النخبة أكيد مبارا كان حلوي شوط الأول كانت متلعب بالتحفظ درنا نسجل هدف الأول شوط ثاني كمان سجلنا هدف ثاني ممكن مباريات المقتربة هذا الشيء اللي حيخلي الكادر خلي باله مجموعة اللاعبين اللي معم تلعب مثلاً يعطيه فرصة أكيد هذا شيء اللي حيخلينا بالمرحلة القادمة يكون من أفضل لأفضل ثلاث نقاط مهمة منشكر الجمهور منشكر الجميع نعم الحمد لله وشكريهم منقدم المباراة تليق بجمع هذه الزورات تليق بلاعبين الزورات احنا تعرف أن نجاي صير رهاق على اللاعبين من بداية الموسم لحد الآن اللاعبين نفس المدافعين جاني لعب رهاق شوية اللاعبين شوية تعبانين الحمد لله وشكري نقدمنا مباراة تليق بس ما يعني شوية الدفاع شوية عندنا صارت أخطاء من نوع من الأخطاء تعرفنا هاي الدوري شوية تعب اللاعبين يريد له شوية يريح بس الحمد لله وشكر اهم شي قدم أخذنا ثلاث نقاط وظلينا بالصدارة إن شاء الله بقد عدنا مباراة نأخذنا كل مباراة نطبلها على ثلاث نقاط أدونا علينا نباقي على الله الله يبارك بيك بداية الحمد لله وشكر ثلاث نقاط مهمة عززت من صدارتنا للمجموعة نوع جماهيرنا إن شاء الله راح يكون المستوى أفضل في المباراة الجاية خاصة إنه الدور الثاني راح يكون أصعب مباراة راح تكون قوية نتمنى إنه نكون التوفيق يحالفنا بالدور القادم فريقنا يضم لاعبين على مستوى عالي إضافة إلى كادة تدريب مميز نوع جماهيرنا إن شاء الله نافس على لقب الدورة هذا الموسم كابتن عبد الأمير هذه الأمور يعني كلها مؤشرة وموجودة ورغم التفصيل الفني الجميل اللي حضرتك قلت قبل اللقاءات لكن يعني على المستوى المستويات الفنية راح نرجع نتحدث بها لكن أيضا على المستوى الإداري على المستوى التنظيمي هذه العشوائية وهذه الفوضى اللي دينظم بها الدور العراقي بالتأكيد ما جاي من السماء ولا طالعة إلا من البحر أكو أشخاص اتحاد كرة قدم أكو لجهة مسابقات هي مسؤولة عن هذه الفوضى والعشوائية اللي تتأدي إلى هذا التفاوت والهبوط وأن الدور العراقي انت جاملتنا وقلت اثنين وإلا هو بالحقيقة تحت الصفر المشكلة والحلول هل هي حاضرة وموجودة أيضا وإحنا مدى نشوفها بغمضين عيوننا لو إحنا فعلا ما نقدر نلقى لها حل يعني هذا اليوم أصبح السؤال والطرح تقليدي يعني أكو مقولة تقول ما الفائدة من اكتشاف البنسلين مرتين هو البنسلين مرة وحدة يكتشف بعد واحد يكتشف مرة ثانية يعني إحنا مو صحيح إحنا الفائدة يعني ما وما يعني فتشي جديد هو التنظيم يعني إحنا ما منظمين بدوري سابقا بالعراق دوريات كات منظمة وتمشي في مراحل دوري أربع مراحل وكان أربع وعشرين فريقي عن تسعة وستين مباراة تلعب ثلاث مراحل ومرة ثمانية وربعين ومشي الدورة بانتظام في ظروف صعبة ما يخال نعم إحنا نعيش ظروف استثنائية يعيش بها البلد هناك ضعف عندنا في البنية التحتية في الملاعب عندنا بعض الملاعب قيد الإنشاء لكن التوقيتات موجودة الملاعب الليدة تمشي بها الدوري أثبتها واثبت المواعد مالها أنا ما يصير أتعكز على موضوع المنتخبات يا أخي المنتخبات نحن تكلمنا مرارا أنه أكو أيام ثابتة الفيفا دي أثبتها وحدد المواعد واتفق مع الأندية أشركها بالقرار هذا الكلام قلناه كابتن وحجينا وقلنا المنتخبات والرزنامة الكالندر معروف من بداية السيزن إلى نهايته والتواريخ وكل الأمور ماشي طيبة لكن أيضا نرجع نقع بنفس الأخطاء بقرارات ارتجالية قرارات غير مدروسة القرارات هي موجودة الكل يعرفها ترى بس بس فقط بحاجة لتفعيل القرارات تحتاج لها تفعيل يعني اليوم القوانين موجودة بالشارع بالمرور إذا طبق السياق تطبق أنت القانون أي واحد يقدر يعني يتجاوز على الشارع أو على النظام نعم نفس العمل هو بالتفعيل الاندية كلها اليوم تعرف النظام اليوم صح الاتحاد يصدر الاندية هم مواجبات عليها كثيرة أيضا يعني اليوم يعني تعرف القوانين والنظمة تلتزم بيها تعرف داخل الملعب كيف الحضور التوقيتات المصطفى شون الواجبها شون علاقتها في الجماهير علاقتها في المصطفى هاي الأمور الادارية البسيطة التنظيمية يعني ما يصير نتكلم بها اليوم العالم وصل مراحل متطورة يعني هذه اليوم الثقافة والعلم وصل كل مفاصل الحياة التكنولوجيا موجودة اليوم أنت بإمكانك أي ملعب بالعالم تشوفها شوف تنظيمها شوف إدارتها شوف النقل المال شوف كيف الجماهير تدخل وتخرج هذه الأمور كلها بسيط الجداول موجودة اليوم يعني لا مو أنت تستخدم لك رجل إداري يقدر يقودها احنا مو هذا الموضوع بحاجة إلى ناس قيادي الناس يمتلكون الشجاعة والقدرة على أقناع المقابل واثنيا يتعاملون بشفافية ووح مع المقدارات ومدربي هسا أنا لو تسمح لي أنا ما عندي قدرة على أنه أقنعك ولا أقنع المقابل بأي أمر ما وما أمتلك لا العلمية ولا المهنية ولا الثقافة اللي تنقلني إلى هذا الدرجة من إقناع الناس بمشروعي أو بعملية أو بقراراتي لكن يعني هذا الأمر ما يقبل غلط واحد زائد واحد يساوي اثنين ما تحتاج إلى إلى هاي النسبة الكبيرة من المؤهلات الشخصية أكو قرار وأكو نظام داخلي وأكو مواعيد وأكو رزنامة وعلى ضوءها أنا أقنع المقابل لأنه هذا الدور يلازم يمشي بهذه الطريقة هو أكيد يعني الكل يعرف هذا يعني هم المفروض لأعضاء الأخوان بالاتحاد يعملون على هذا الموضوع يتفاعلون مع الأندية نعم في حالة أنه وصلوا للقناعة يعني أنه مثلا الدارات الأندية بتتعاون أو الفرق مثلا أكو منظمة وقوانين أفعلها طبقها طيب مع الكل أنت اليوم تكون نزيه بالتعامل وهذا اللي قلت عليها أنا الشفافية بحيث تتعامل الكل سواسير نعم اليوم لأنه حصلت بعض الحالات بها محابة بها في أخذ الآخر بطلب تعجيل الآخر طلب مثلا مشاركة لاعبين معينين والآخر ميت لاعبين منتخب الآخر لأنه هي المنظومة كلها منبنت على نظام داخلي صحيح وهذه هذه التغيرات الحديثة اليوم أنت مجبور عليها اليوم الفيفا النظام العالمي كلها تغيروا بأوروبا تغير نعم نعم اتحاد الأسيو تغير يعني كانت زمن السابق كانت معسكرات طويلة للإعداد والمنتخبات والأندية ما أعرف كيف المنظومة غير شيء اليوم في فدي ثلاثة يام ثانية وسبعين ساعة حاسبية بالإضافة لهذا على هذا شير تبط ارتبط عمل المدرب والإداري واللاعب اليوم حتى بالعالم اليوم ينتهي البطولة يعني ينتهي الدولة رأساً تلاحظ الفرق العالمية الكبيرة تروح تعسكر بشرق آسيا طبعاً تعمل بطولات يعني حتى نظام اللاعب تدريب اللاعب بعد ما يكن فترات إعداد طويلة رأساً يدخل مباريات عملية الاستشفاء وعملية فلهذا المنظومة تغيرت كلها التدريبية صار مع كادر طبي للتهييل اللاعبين إعداد النفسي وبالإضافة للمعالجين والآخرين كوادر التحليلية فأقصد يعني إحنا ما نتكلم عن فتشي معجزة وفتشي خارج لا أكيد هم بشر زيادة اللجان هم بشر بالإضافة لهذا كابتن هم هسين نشعدهم هو دوري الأول دوري الدرجة الأولى دوري يعني خنقول عليه دوري المظلوم يعني بعيد صح مهتم ذاكريتنا لكن ما شي فعال وهذا أعتقد اليوم هو الخير الوحيد موجود ترى بالكرة العراقية اللي يدي خارجنا لاعبين باعتبار ماكو دوري الفيات العمرية اينا ايش بقى يعني هو العمل الاتحاد بقى هذه عمله لجنة فنية يا دوبة سواها هاي الدورات اللي يهسب الأخير اينا فأعتقد هو الاتحاد ما علي كهلة فدع عمل كبير او جهود جبارة اعداد المنتخبات تحصص لها لأي دنيا معينة يعني احنا دائما نطالب عادة دوري الفيات العمرية ونقولهم سووا لجان خلت تشتغل الوحدة يعني يعني اتحادنا اتحاد منتخبات وطنية وليس اتحاد دوري هو ولين يعتبر المهمة ويعتبر المهمة الوطنية تمثيل المنتخبات انه هي وطنية لانه للعراق وخارج البلد وتحكي الصورة واحنا في صدد رفع الحضار واحنا لازم نحكي الصورة مشرقة مشرقة الدوري ما لك منقول نعم لكل العالم دي يشوفك بهذه الوضعية يعني يا ريت ما ينقل الدوري افضل حتى العالم ما تشوف من شرق سينك داهم يعني خصوصا بعد الاحداث الاخيرة والمشاكل وصورة الملاعب النوب دير دوني نقل الدوري على محطات عربية لها متابعة ولها السمعة ولها هذه زين هذه سلاحة وحدين اذا صارت شيء بالمباراة لا سمح الله وهو متوقع ووارد جدا مع الاسف اذا صار شيء والعالم كله شاف الفضاء احملتنا اي دوري اي رفع حضر خلينا قاعدين نساكتين ومثل بنقول مرقتنا على زيها هو اي رفع والله استاذ فيان مننا العشر سنين ما ينرفع الحضر بعد انا نقول لك القرار مو يعني هو رتب وضع يعني احنا ما نعرف نشتغل بس نتكلم اكثر مما هو احنا عمل احنا ننظم داخل ننظم دورينا ننظم فرقنا ننظم عندياتنا طيب كابتن ابني 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 اساس قاعدة ما لت يلا فكر بعد يرفع الحضر واذا رفعت الحضر طيب كابتن الوضع ما اننا الوضع ما اننا احنا من الداخل يعني مثل واحد دايب نينة بيتي طابق الثاني يجمل به هو اساس ماله من صحيح يعني ما مؤسس اساس بأي لحظة يسقط البليار خلينا نذهب إلى هذا التصريح الكابتن عماد هاشم ايضا نتحدث عن مباراة الزوراء والكهرباء وبعدها نرجع الكابتن عبدالامير ناجف وبعض المرات التام نشوف نفسك بانه صعدت إلى النخبة يعني تكون كتراخب ملاعبين وايضا نحنا كنا حريصين بانه مريد نفقد المباراة ونقاط المباراة الحمد لله والشكر قدرنا بانه نقدم مستوى جيدة ضيعنا ضربة جزاء كانت كفيلة بينه نطلع بثلاث اهداف الفريق قدم ما عليه زجنا دماء شابة بالفريق حتى نستطيع نشوفهم بالمراحل المقبلة ان شاء الله المرحلة الثانية قلت الاهداف علينا من 6 مباريات هاي صار هدف واحد عكس المرحلة الأولى من 8 مباريات أو 9 مباريات صارت علينا 8 اهداف الآن هاي المباراة السادسة وهو هدف دخل علينا في مرمونا وهذا فتشي طيب بالنسبة للحراسة المرموة ودفاع الفريق ككل ان شاء الله القادم أفضل بالنسبة للفريق الزوراء ويدخل ان شاء الله إلى دور النقبة بقوة كابتن عبدالأمير ناجي أيضا يعني نستغل الوقت المتبقي نتحدث شوي بالأمور الفنية حدثنا عن ضعف كبير ووهن بالمستويات الفنية الفرق ما تتقدم أو مستوياتها متذبذبة أكو شي في ظل هذه الظروف والمعطيات الملاعب المنشآت الظرف العام قلت الفلوس أكو شي يقدرون يسووا المدربين حتى يطورون من الاسلوب الفني لو بصراحة نقولها أن المدربين خلص انتشوا على هذه الأسباب والظروف في القاهرة وخلص نحن مسلمين لدولنا هذا مستوى وهذا وضعه لا المدرب قد يكون معذور في نواحي يعني أمور يعني بالجوانب الإدارية والتنظيمية لكن كل مدرب اليوم عندنا ملاعبين يتدربوا عليه وعندنا مجموعة لاعبين ومتوفرت له ما متوفر له يعني من مستلزمات نجاح التدريب بقت العملية التدريبية يعني جوابني على سؤالك المدرب اليوم حاجة لا تغيير لا تجديد الفكر يعني اليوم الفكر التدريبي ده يتغير بسرعة كبيرة في العالم يعني اليوم ده نشوف يعني مثلا مثال بسيط يعني الأستر سيتي يعني كل لاعبي كل لاعبي حالي مصدر الدوري الإنجليزي وده يعمل شيء جديد يعني فكرة القدم العالم في حالة الدراسات وبحوث عليه كل لاعبي بـ 23 مليون ما كله 23 مليون جنيه سترليني يعني في حين اليوم أي لاعب روني بالاسبوع ياخذ نتيجة العمل روني بالاسبوع ياخذ 375 ألف باون سترليني وين روني بالاسبوع هذا النجاح هذا النجاح استثمار بالضافة لكرة قدمه عرفتها سلمانة شجيع أنا 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 عرفت المنش أي شياطين الحمر كم الكاتن الشياطين الشياطين الحمر أي كاتن في قصد هذا استثمار استثمار نين جاستثمار الفكر التدريبي يعني بحيث استطاع أن يطور اللاعبين يرفع من مستوياتهم وأسعارهم ويطور من إمكانية وعقل الناجي أنا أطلب من زملاء وإخواني يوم متابعة المتطورات الحديثة لا يكونوا المتفرجين عاديهم للمباريات العالمية الكبيرة متابعة كل المستجدات الحديثة في كرة القدم يعني يكونوا عندهم عامل تواصل مهارات التصال يعني مستجدات ما ليد واحد يقعد يباع اللعبة متفرجة يلزم مرقب قلم وخذلك متغير ابحث عنه في كل مباراة اليوم إذا تبحث على المباريات العالمية الكبيرة ستصل إلى أرقام تذهلك لا استدلينا بفرقنا ولاعبين بس الأدوات 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 تساعدة الأدوات اللي موجودة عنده بفريقة اللي يلعب بالبطولة المحلية العراقية أدواته من ملعب ومنشآت ولاعبين تساعد على كابتن بداية يعني وضحت قلت عدك ملعب وعدك لاعبين وعدك مستلزمات الموجودة هذه البسيطة المتواضعة رغم أنه نحن متعلمين على هذه الأرضيات اللي نحن نمتلكها بالملاعب التدريبية اللي هي أغلبها متشابهة للي نلعب عليها لكن أنا أتمنى أن ننتقل للفكرة التدريبية لأن تكون لدينا فلسفة واضحة هوية بصمة يعني الدوري العراقي تذكر في السبعينات والثمانينات والتسعينات أيضا الزوراء عدة هوية فلسفة الشرطة عدة هوية يعني تحس طعم لون طلبة عنده الميناء الفرق الكبيرة كانت يعني من الحب هذا الجماهيري اللي يجى مستمر السنين طويلة للزوراء نتيجة اللعب السهل المنتنع والناس تمتع كانت اللعب الزوراء اليوم انفقد يعني رغم أنه المجموعة الحالية أحيانا بعض المباريات يعني أوقات من المباراة وبعض المباراة أدوا مباريات عالية المستوى الميناء تغير المستوى يعني هذه السنتين عاد شوف جماهيري تعاد الصورة أنا أبحث عن هذه أبحث عن هوية أو فلسفة معينة أحدد المدرب الحراقي أخيرا أخيرا أنت قريب من عقليات اللاعبين والمدربين يعني بعجالة لو سمحت ما ظلنا كثير وقت تشوف فعلا أكو أمل حقيقي حتى يصير هذا التقدم أو التطور بمستوى فكر وأداء مدربين اللي ينقل تأثير على اللاعبين أكيد هو يصير هذا العلاقة يعني هذا متى ما المدرب غير من فكرة وذاته يعني وعمل مع اللاعبين استطاع أن يملئ اللاعبين على هذه الثقافة أعتقد أنه العراق مليء بالمواهب ومحددات انتقائها موجودة كثيرة ونوعية عندنا نوعية كثيرة إن شاء الله يعني نوعية لاعبين جيدة يعني يجب انتقائها واختيار الأفضل منها وعمل خطة يعني حتى تكون ثلاث سنوات أو إلى خمس سنوات لبناء فرق يعني يعني مرادف ونوعية لاعبين تدعم الفرق الأولى إن شاء الله إن شاء الله كلامنا وكلام حضرتك يكون قريب من الواقع قريب من الوضع مو اللي يسمعنا يقول ذولا يعني بطرانين يحشون بمثاليات بعيدة جدا عن أرض الواقع بالدور العراقي إن شاء الله نقدر نعمل كل شيء يعني بإمكانياتنا الفكرية والنفسية والبدنية والتنظيمية البسيطة حتى علقة للحق الخطوات بدل هذا الدرجة السيئة اللي دورينا اللي هي تحت الصفر مثل ما قلتها حضرتك قبل شوية كل الشكر جزيلا إليك الكابتن عبد الأمير ناجي ضيفنا اللي شرفنا ونورنا اليوم باللاعب 12 رغم مردك أنا أشكرك شكرا جزيلا مرة ثانية على تواجدك ويانا بالبرنامج ومنورنا كابتن بكرة إن شاء الله نلتقي بنفس الموعد دائما اللعب 12 عبر الشرقية من الأحد إلى الخميس إلى اللقاء اشتركوا في القناة